وللمزيد ينضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك أحمد هل أطلعتنا على تفاصيل الوضع عندك نعم تحياتي لك في البداية هي عملية نوعية جديدة لحزب الله ينفذها باتجاه موقع عسكري حساس جدا في العمق المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أعلن حزب الله اللبناني أنه في الساعة الأولى من صباح اليوم نفذ عملية نوعية حيث أطلق رشقة صاروخية بصواريخ الكاتيوشة تجاه موقع أو قاعدة عسكرية إسرائيلية وهي القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في سكنة بيريا في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني علما بأن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها حزب الله هذا الموقع العسكري الإسرائيلي الهام منذ بداية التوترات في الثامن من شهر أكتوبر الماضي حيث كانت الرشقة الأولى في أواخر شهر يونيو الماضي وكانت أيضا ردا على عمليات كبرى نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني حزب الله قال أن هذه الرشقة الصاروخية وهذه العملية تجاه هذا الموقع العسكري الهام جاءت ردا على الاعتداء وعملية الإغتيال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أمس في بلدة كفارجوز في قضاء النبطية حيث قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف دراجتين ناريتين مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفل لم يتجاوز العامين من عمره وفي وقت لاحق نعى حزب الله القتيلين أي أنهما كان عنصرين من عناصر حزب الله في قضاء النبطية بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني فربما وفقا للمعطيات أيضا وفقا لشواهد الميدان أن ربما سيكون هذا الأمر ردا أوليا على عملية الاغتيار في النبطية وأن هناك مزيد من العمليات وخصوصا مع سقوط طفل جراء هذا العدوان وأيضا هناك ثلاثة مصابين لا زالون يتلقون العلاج فبالتالي هذه العملية النوعية نفذت في قاعدة عسكرية تقع شمال شرق مدينة صفد تحديدا يتبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية أكثر من 12 كيلو مترا وربما هذه هي ذات المسافة من الحدود الجنوبية اللبنانية وبلدة النبطية أي أن حزب الله حينما اختار هذا الموقع العسكري الإسرائيلي يختارونه أيضا في مسافة جغرافية ليحافظ على قواعد الميدان وقواعد الاشتباك ربما أيضا المعلومات الأولية المتوفرة أن هذه هي من القواعد الأساسية للدفاع الجو الصاروخي لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أنها تضم أيضا كتائب متعلقة بالقبة الحديدية والصواريخ الدفاعية التي تعترض الصواريخ التي تطلق من الجنوب اللبناني نعم أحمد بلأنا على الصور التي تعرض الآن على الشاشة أو التي عرضت منذ لحظات كانت تظهر حرائق ربما اندلعت في منطقة الجليل الأعلى هل أوضحت لنا التفاصيل إن كانت متاحة لديك أحمد؟ نعم بالتأكيد هذه الصواريخ ربما أحدثت حرائق لأن البيان الصادر عن حزب الله يقول أن هذه العملية حققت أهدفها وأنها أحدثت إصابات مباشرة في القاعدة المستهدفة وهما يعني أن إطلاق الصواريخ وسقوط هذه الصواريخ سيؤدي إلى شعال حرائق وربما أيضا تدمير حتى ولو جزء في بعض المباني المتعلقة بالقاعدة هذه العملية نفذت باتجاه موقع عسكري أو قاعدة عسكرية إسرائيلية وليست مناطق مدنية فبالتالي تكون الأضرار في هذه القواعد العسكرية ربما قد يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الخسار أو الأضرار التي تعرض لها جراء هذه العملية النوعية التي نفذت من الجنوب اللبناني نعم يعني الزمير العزيز أحمد سنجاب مرسل القاهرة الإخبارية من الجنوب اللبناني شكرا جزيلا لك